لو أنا في بيئة عمل مضطربة، إزاي حافظ على سلام النفسي؟ كويس، يعني هو ده كان أحد الحاجات اللي أوصوا بيها قالوا تعبير كده مهم جداً البيئة المعززة للصحة النفسية فقالوا إنه علشان نخلي الصحة النفسية بتاعت الناس كويسة نشوف البيئات اللي بيتحركوا فيها فأول بيئة هي بيئة الأسرة تاني بيئة مثلاً بيئة الدراسة بيئة العمل البيئة المجتمعية عموماً فحضرك بتقول بيئة العمل أول حاجة إنه يكون العمل مناسب لقدرات هذا الشخص والتدريب اللي أخده والتعليم اللي أخده ما يكونش بيشتغل في حاجة ما بيحبهاش أو حاجة ما تخصصش فيها بأول حاجة حاجة تانية إنه يكون العمل بيدار بطريقة جيدة بحيث إنه يبقى عارف هو مطلوب منه إيه وبيعمل إيه ساعات العمل كمان تبقى مناسبة الأجر بتاع العمل يبقى مجزي يبقى فيه عدالة في توزيع المكافآت أو الحوافز بينه وبين زميله ما يحسش إنه هو حد تخطف ترقية أو فيه حد تفضل عن حد لعلقته بمدير العمل أو أي حاجة من دي فالبيئة بتاع العمل تبقى بيئة مشجعة بيئة آمنة بيئة فيها العدالة في توزيع المكافآت والحوافز طيب ده في العالم الموازي أو ده في العالم المثالي لكن لو جينا بصينا على وقع الأمر في بعض الأحيان الناس لا تبقاش متوفر لها كل الظروف الرائعة اللي كلنا بنتمنى إنها تبقى موجودة عند كل الناس إزاي بقى حعيد تاني سؤال شازلي إزاي إذا لم تتوفر هذه الشروط كلها وإذا لم تتوفر كل العناصر للحركة قلتها إلا الجميع يتمنى إنه يعمل بيها إزاي حافظ على سلامي النفسي في وسط بيئة ما توفرتش فيها كل الحاجات الرائعة للحركة بتقولها يعمل إيه يعني عزل يرفض يكبر دماغه يعمل إيه فاتكلمه عن حاجة اسمها سمود أو ريزيليانس وده بقى مفهوم حديث في الصحة النفسية في السنوات الأخيرة وطلع فيه كتب كتير وبقى فيه ندوات كتير عليه في المؤتمرات إنه قد يعيش الإنسان في بيئة غير معززة للصحة النفسية بتاعته بيئة فيها صراعات بيئة فيها ضغوط اقتصادية أو ضغوط عائلية أو ضغوط مجتمعية أو أي حاجة من ده ده وارد فقالوا إنه نعزز صمود الإنسان تب نعزز صمود الإنسان إزاي في الظروف الصعبة دي قالوا أول حاجة إنه يبقى عنده أمل وتفاؤل حتى في وسط الظروف الصعبة ليه الأمل والتفاؤل بيحسن الطاقة النفسية والطاقة الجسدية بتاع البني آدم فيقدر يواجه الوضع المتقزم اللي هو عايش فيه الحاجة التانية قالوا إنه هو يعني يهتم بالتغذية الصحية يأكل أكل كويس في حدود طبعا المتاح الحاجة اللي بعد كده إنه يهتم بساعات النوم والراحة يعني لازم ياخد ساعات كافية من النوم والراحة ده بيخافف الضغوط النفسية عليه شواء الحاجة اللي بعد كده إنه هو يمارس بعض النشاطات الرياضية الحاجة اللي بعد كده إنه يكون له بعض الممارسات الروحية بيمارس مثلا صلاة بيمارس أي نشاطات دينية أو روحية حسب الديانة بتاعته أو الطائفة بتاعته الحاجة اللي بعد كده إنه هو يحاول إنه هو يعزم رصيده النفس الشخصي من الصبر من الرضا من التحمل من انتظار الفرج بأي طريقة من الطرق وبعدين بعد كده يعظم أو يحاول أنه يستفيد من الرصيد الأسري والاجتماعي المحيط به يشوف ممكن يتلقى المساعدة من إيه أو يروح فين وبعدين كمان يشوف قصص الناس اللي مروا بأزمات قبله قصص العظماء قصص المصلحين كل الناس دول حتى الأنبياء مروا بأوقات صعبة وبأزمات فبيستلهم منهم فكرة الصمود حتى تمر الأزمة وبعد كده آخر حاجة الإبداع في الخروج من الأزمة يعني أفكر إزاي أخرج من الأزمة لأنه فيه ناس لما بتبقى في وسط أزمات أو ضغوط مجتمعية أو اقتصادية أو حاجة يغرأ في مشاعره السلبية الحزن الغضب الرغبة في الانتقام مش عارف إيه الصراع لكن اللي عنده الصمود الإيجابي هيفكر على طول تباحيل المشكلة إزاي مش إن قاعد أدعى على الناس وأقول منهم لله ده عملوا فيها ده سووا فيها ده فلان هو السبب ده بيضعيفه أكتر وبيبثر علي نفسيا أكتر لكن فكر في الحل أقول لك لا تغرق في مشاعرك السلبية لكن فكر في الحل فورا